أسعد الله أوقاتكم أن الإجراءات الأخيرة جاءت للتخفيف على القطاعات الاقتصادية وتمكنها من استدامة عملها وهذا يضع مسؤولية مشتركة على الجميع بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية الصحية من قبل المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات والمواطنين الزائرين لهذه المنشآت والعاملين فيها إن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الصحية سواء من قبل المنشآت أو المواطنين المتواجدين فيها يؤثر سلبا على المضيق ضمن في خطة فتح القطاعات التي تم الإعلان عنها ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير عودة هذه القطاعات للعمل وستواصل الجهات الرقابية والتفتيشية تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت في مختلف أنحاء المملكة حيث تقوم الجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع الرقم 20 بالتأكد من متطلبات السلامة والوقاية الصحية وعلى الخصوص ارتداء الكمامة من قبل العاملين في المنشآت والمواطنين المتعاملين مع هذه المنشآت وكذلك الالتزام بمسافات التباعد المطلوبة وهنا لا بد من الإشادة بجهود وتعاون المنشآت والمواطنين الملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية الصحية إلا أنه ما زال هناك مظاهر لعدم الالتزام لدى عدد من المنشآت والمواطنين الزائرين لها في يوم أمس وهو أول يوم من وقف العمل بحضر الجمعة تم زيارة 1188 منشآة من قبل الجهات التفتيشية وتم رصد العديد من المخالفات وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة رفع مستوى الالتزام بأوامر الدفاع حرصا على سلامة الجميع وعلى استدامة عمل المنشآت الاقتصادية والاستمرار في خطة فتح القطاعات ضمن الحزم التي تم الإعلان عنها شكرا